وصفها بالخيار الأفضل لأمن بلاده هكذا أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافستيو قرار هيلسينك المضي قدما نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي نيتو من دون ربط مصيرها بالسويد ومن إسطنبول وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى السويد بأن لا تنتظر الدعم أنقرة فيما يخص طلب عضويتها في حلف شمال الأطلسي ما دامت لا تحترم اتفاقاتها مع بلاده للانضمام إلى الحلف مؤكدا أن عليها أن تحترم المعتقدات الإسلامية أزمة إحراق نسخة من القرآن الكريم على يد المتطرف الدنماركي راسموس بارودان في السويد أمام أسفارة التركية وحضوره بسيارة للشرطة السويدية أعاد التوتر وخلط الأوراق في ملف انضمام فنلندا والسويد لحلف نيتو والذي تحفظت تركيا عليه منذ البدى لدعمها من تصنفهم تركيا جماعات إرهابية هذه الحادثة صبت الزيت على نار الموقف المتأزم أصلا والناجم عن موقف السويد الفاتر توجه تنفيذ تعهداتها أمام تركيا لإقناع الأخيرة بتمرير قرار انضمامها لحلف شمال أطلسي بالتلكء استوكولم في تسليم مطلوبين لتركيا على أراضيها والسماح بالتظاهرة لأنصار جماعات مصنفة إرهابية هاجمت تركيا في شخص رئيسها ولأن أوروبا تجيد أداء تبادل الأدوار ففي الوقت الذي دان فيه رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون حادثة إحرق نسخة من القرآن الكريم عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يينس تونتنبرغ عن رفضه تهديد الرئيس أوردوغان بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الموقف الصلب من تركيا والذي دعمته الجماهير التركية والعربية قبل المؤسسات والمنظمات وبعض الحكومات جعلت فنلندا تتحرك خطوة إلى الخلف بعيدا عن السويد سعيا لمصلحتها ونزولا من برج التعالي الذي طالما تعامل به الغرب مع المسلمين